تبدو فرص النجاة قليلة أمام اليمنين فهناك عداد كبيرة قد تلتحق بقوائم الموتى الذين قضوا في المعارك وفتكت بهم الأوبئة والأمراض وسط تحذيرات دولية وأممية من عواقب عدام الأمن الغذائي على اليمنين إذ بات اليمن على حافة مجاعة مرعبة بسبب سنوات الأزمة الإنسانية الطويلة التي تعصف بالبلد واستمرار سيطرة ميليشيا الحوثية على ميناء الحديدة الميناء الرئيس الذي يستورد عبره اليمن مواده الغذائية وبسبب منع إيصال المساعدات ومثلما أعلنت الأمم المتحدة عام 2018 خسارتها الحرب على المجاعة في اليمن حذرت مجددا من أن ملايين الرجال والنساء والأطفال يهددهم شبح المجاعة في اليمن رئيس برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي قال لمجلس الأمن إن العد التنازلي لحدوث كارثة كبيرة بسبب المجاعة في اليمن قد بدأ وإن البلد سيهوي إلى مجاعة مدمرة في غضون أشهر قليلة إذا استمر الوضع هناك على ما هو عليه وفي حال عدم تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ومن قبل قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن نيستور أمهانجي إن اليمنيين يعانون أدنى مستويات المناعة وأعلى مستويات الضعف الشديد في العالم وإن عشرة ملايين شخص باتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة إذ يعتمد ثمانون في المئة من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة ومع جميع التحذيرات التي تطلقها المنظمات الإنسانية والأممية تستمر ميليشيات الحوثي بارتكاب انتهاكاتها المختلفة للمدنيين في اليمن ولا سيما الانتهاكات المتمثلة بالسطو على المساعدات أو تخصيصها لأفراد الميليشيات والأعمال العسكرية التي تشنها على اليمنين